نعم بات مخيم الزعتري في الأردن ثاني أكبر مخيمات اللاجئين في العالم بحسب مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين فما زال هذا المخيم الذي مر عام على إيقامته يتوسع ويستقبل الأردن نحو 550 ألف لاجئ فروا من سوريا المجاورة بحسب سلطات المملكة ومع عدم وجود حل في الأفق لإنهاء الصراع الدائر في سوريا فإن سكان المخيم باتوا يهيئون أنفسهم بشكل متزايد لإقامة طويلة ويحاولون هنا استئناف حياتهم ويضم المخيم كذلك مدرستين التحق بهما عشرة ألاف طالب للدراسة ويضم المخيم كذلك ملاعب كرة قدم وملاعب للأطفال لإشغال كرابة 60 ألف طفل